منذ اللحظات قلت لي أن الحكام مثل لعب الكورة وذكرت محمد صلاح وكريستانو رونالدو وليونيل ميسي محمد صلاح وكريستانو رونالدو وليونيل ميسي لو ما بياخدوش مستحقتهم المالية من أنديتهم مش هيلعبوا كويس في الملعب نفس الأمر بالنسبة للحكام نسمع دائما أن الحكام عندهم مشكلة كبيرة في مستحقتهم المالية المتأخرة كيف تحدست مع اتحاد الكورة المصري لحل هذه الأزمات وهل وضعت حلول لحل هذه الأزمات عشان دائما وأبدا أي حكم يزورني هنا في البرنامج يتحدث أولا وأخيرا عن مستحقاته المتأخرة لا يتحدث عن شيء آخر فطبيعي ما فيش مستحقات مالية لن تضمن تركيزه الكامل في الملعب المشكلة الحمد لله تم حلها فكل المستحقات طبعا قمنا بدفعها علشان نبدأ الموسم جاهزين ومركزين في العمل ومركزين في اللي احنا مفروض نعمله ونطوره هعيد طبعا طبعا ده هيخلي كل حاجة ماشية في سياقها المرجو وطبعا دلوقتي دي كانت حاجة مهمة جدا علشان نبدأ بيها موسم مركزين في العمل